حاملة بلاغات شغالة ضدنا وضد محمد علي اللي مليش اي علاقة بيه فعليا انا راجل يعني عتيد الدولة بالنسبة للدولة عتيد في الاجرام علي اكتر من ستة وتلاتين سنة سجن اه لكلهم محبوسين يعني مش هقول ان انا مش مش هخاف ان انا اقول لك ان ليه علاقة بمحمد علي الجديد بقى ان بيقول لك تركيا كمان بلاغات كده فيش اي تجديد كل يوم بلاغ من هذه النوعية على الاقل مش عارف بصراحة احصر ولا اللي شغالين معايا عدد البلاغات والقضايا اللي هي اللي بدأت دغيرة السابقة يعني بلاغ يتهم المضيئة معتز مطر والهارف محمد علي بالتخابل وسائل مخابرات التركية طارق محمود شريف الشرفة كلب المخابرات الوفي في البلاغ رقم قيد رقم كذا كذا بلاغ غاد محمد خلي بالك مفيس صورة واحدة لطريق محمود يعني اقولت لك دي قبل كده يعني قيام الهاربان محمد علي ومعتز مطر بالتجسس والتخابل لصارع المخابرات التركية وذلك بأن استغل صاحب شركة املاك استناد المؤسسة كرية لشركته بعد الانشاءات وقام بنقل تلك المعلومات لمعتز مطر العميل الخاين المخابرات التركية الذي قام بدوره بنقل تلك المعلومة المهمة واماكنها ومقاطع فيديو لتلك الانشاءات لارتكاب عمليات ارهابية تستهدف قيادات بارزة في الجيش المصري على رأسها رئيس الجمهورية وقام بداية تلك الفيديوهات التي توضح اماكن تلك الانشاءات عبر برنامجه على قناوات الشرق الاخوانية التي تبث من تركيا وتمولها المخابرات التركية جملة واحدة صحيحة في دي مش هتلاقي جملة جملة مش هتلاقي واضافة ان الجاسوس محمد علي استغل وجوده في الاماكن المهمة واللوجستية للقوات المسلحة ده ده كده المخابرات الحربية دي بتاكن رز مع الملايك بقاله خمساشر سنة مستغل وجوده محمد علي الهجام لقيام ببعض الانشاءات في نقل معلومات خطيرة عن الجيش المصري اللي اغتيال قياداته مشيرا الى ان الهاري باعترف عبر صفحته دعات القنوات اللي بانه قام بتصوير تلك المنشآت وارسلها الجهات الخارجية اضافها الاعتراف المتخابر عبر برنامجه بتلقيه تلك الفيديوهات والمعلومات من الهاري بمحمد علي بالله عليكم انا اعترفت الاعتراف ده انا لو اعترفت اقول يعني انا لو اعترفت اقول ده مفرد ليه من الفين واربعتاشر بفضل الله وهو ما يؤكد تشكيل الخلية التجسس مع بعض الضباط المخابرات التركية لنقل تلك المعلومات المهمة لجهات خارجية معادية للدولة المصرية وسلملي على الملوخية وبهتلي بعديها مهلبية وحلوة تحنية مقابل مبالغ مالية تلقوها من التركية وقول لك هي 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 فرحة الدنيا واتقى محمود في بلاغه الهاري بان بارتكابهم جريم التجسس وتخابر التجسس مع بعض السبعة تلاف كيلو متر لصالح المخابرات التركية مكتملة الاركان وهي المؤثمة قانونا بموجب المواد لاب 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 من قانون العقوبات لمؤاخزة مصر وطالب في ختام بفتح تحقيق عجل وموسع في البلاغ بدل ما بدل ما نفتح مصر عمرها ما نفتح تحقيق موسع في حقيقة جرائم الاستيلاء على المال العام واصدار امره ضبط واحدان المقدم ضدهم البلاغ ووضع اسم المقدم على قوام ترقب الوصول واختار الانتربور الدولي انتربور الدولي انتربور الدولي عنده مية وخمسين نشرة ضد انتونسوا هتخبروا الانتربور الدولي ده زهقوا انا تقريبا بيتبادلوا الفاص خادشها الحياة اول ما بيجي لهم بلاغ زي كالانتربور من كتر البلاغات اللي عندهم على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليهم وتسلمهم من السلطات المصرية واحدة المقدم ضدهم البلاغ لسه واحد مبارع بعيدة بيقول لي ما حدش فكر ما حدش ليه ما بتكلموش في حكاية انه هو طب شوف بقى كمية الفلوس اللي مطلعينها اللي وقاته السيسي برا البلد لما ده اللي عاملينه جوه وعنده حق والله عنده حق انه ما حدش ما حدش هيحقق في تلك البلاغات خالص كل اللي قاله محمد ما حدش هيحقق فيه هيحققوا ان احنا جواسيس البلاغات عملة تتواصل بشكل كبير ده بلاغ تاني ضد محمد علي بقى بلاغ للمحامل العامل اول ضد الممثل هارب المتهم مدمن هيروين وسبق علاجه في مساحة نفسية يتهموا البلاغ بتحريد جماعة الارهابية على السيدات وقيادات الدول يا جماعة قالوا خش في متن الموضوع اساس الموضوع ايه الاخبار ايه ردكم على الحكايات شيء اللي عايز ايه يعني سؤال عشرات البلاغات التي قدمت ضد محمد علي وضدنا عشان عرضنا بس الكلام اللي قاله محمد علي لكن ما فيش حد يقدم بلاغ واحد في هذا بلاغ واحد ما فيش بناء مواطن قدر يوصل للمناء بالعام يقدم بلاغ يطالب في التحقيق في فساد تريامف وجوزها فيش حد يقدم بلاغ في كده بلاغات اهدار في المال العام غير المسبوقة مثلا فيش بلاغات بلاغ واحد في مصر فيش بلاغ عن الكلام الخطير لاستيضاح مدى كذب هذا الكلام اللي بقوله محمد علي فيش بلاغ واحد ده اللي المفروض يحصل فيش بلاغ واحد ان حد يطلب في مصر ميت مليون ما فهمش بنا آدم طلب انا مش بقولك ان الميت مليون ما فهمش حد من دول انا بقولك ان هما ده غير مسموع النائب اللي النائب العام انه يطلب التحقيق في شهادة محمد علي كلها بلاغات ضد محمد وضدنا سويرس الكلمة على محمد علي باشا صايع سويرس لازم تعترفه لازم تبصم له لازم تبصم له العيلة اللي انتزعت اهم بير بيترول في مصر لازم تبصم له محمد علي هو صانع النهضة المصرية وبنى القراطر الخيرية وازدهرت الزراعة والصناعة والملوخية في عصره وهم عامل تلات دحكات اه 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 كده ببكاء من كتر الدحكة هو بيتكلم على ايه اه السلطان محمد علي بيتكلمش على حد فعمير قال له ايه رأيك في محمد علي يا نجيب بيه نجيب بيه رمل فيه ولا ومشي مش عارف يعملوا ايه مع نجيب سويرس ولا يعملوا ايه حاجة ولا معروت انا اه القناة السعودية مش قناة كانت وليدي ابن طلال دلوقتي السعودية زي السعودية تعمل العملة دي عملت تلمحات كده وزعلت السيسي قلت انا السينما اللي السعودية استولت عليها من وليدي ابن طلال يا ناس حرام عليكم يعني الولية ميتة وانتو عايزين تغنوا ترقصوا شوفوا فيلم الفرح النهاردة ساعة عشرة مساءا بتوقيت السعودية على ارتاني السينما توقيت خطير يعني لعرض فيلم الفرح توقيت خطير فيلم الفرح يا جماعة اللي بقول لكم عليه اللقطة بتاعت اه استهدي بالله وقومه لاعي دقطة تاريخية الفيلم الفرح ده وفيلم كباريه من الافلام الهدفة بجد فيلم الفرح ده يكاد ينطبق على واقعة السيسي وامه والحفرة طبعا الكلام زي كلام نجيب صويرة سووش اي حاجة خالص لكن البطحة كبيرة قوي بطحة كبيرة قوي على راس الريم فروتانا اضطرت تمسح البوست تعرفش بقى فيه ضغوط اه لونهم حيب كده يعني اه ما ازاي يعني سيسي اشتاكا رياسة الجمهورية لا راسه بطحة روتانا مسحة البوست الخبلان وصل انه قرر يعمل مؤتمر شباب عاجل 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 مؤتمر شباب عاجل اول لايه العظيم اول لايه بدولة دولة 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 الكئن الكئن مؤتمر شباب عاجل يوم السابقة يا جماعة ان شاء الله مؤتمر الوطني اللي قوي تحت راعات السيد الرئيسة مرة اخرى يقود المؤتمر الشباب في دوراته الثامنة بحضور يوم اربعتاشر سبتمبر الجاري سجل الان من خلال اللينك الصفحة الرسمية المؤتمر الوطني للشباب مؤتمر الوطني للشباب مصر لم تكن اعلنت ولا رياسة الجمهورية ولا الصفحة الرسمية ولا صفحة اي حاجة عن اي مؤتمرات شباب هتتعمل هذا الشهر مؤتمر الوحيد اللي قلن عنه مبكرا هو مؤتمر في شهر اتناشر لكن قررنا نعمل الشباب هيموتوا نفسهم من العاية عايزين السيسي يتكلم بسرعة واضح ان السيسي بيخترع مناسبة لهيرد هيرد عن تريوم